مسهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اصلي وسلم بارك على سيدنا محمد حياكم الله مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة اللي راح اتكلم فيها عن هتان باهبري اللاعب الهلالي المميز يرفض التجديد للهلال بمبلغ ثلاثة مليون ريال سعودي مسهم حيهم يا مرحبا مليون مشاهدين الكرام والساعة المباركة والله يوم نشوفكم ونتلاقى بكم يا مرحبا هتان باهبري لاعب مميز نجم اساسي في الدوري السعودي له بصمتها الواضحة مع نادي الهلال مع المنتخب واثناء تواجده في كل المحافل الرياضية رفض التجديد لنادي الهلال بمبلغ ثلاثة مليون ريال سعودي يعني شهريا كم ميتين وخمسين الف ريال سعودي ربع مليون شهريا ما ناسب العرض هذا بتكلم معاكم في هذه الحلقة وبنتناقش وبنقول لكم بعض الاخبار اللي سمعناها لاحتمالية وجهتها القادمة خاصة ان في جمهور نادي سووا هاشتاغ يطالبون ادارتهم ان يبغون هتان باهبري وايضا في تحرك في الخفاء من قبل ناديين اخرين غير جمهور هذا النادي راح اقول لكم اياهم بعد شوي لكن الهلال وما ادراك ما الهلال الزعيم وما ادراك ما الزعيم هذا النادي العالمي الاسيوي الزعيم اسيا النادي الرهيب بما تحمله الكلمة من معنى الجماهير اللي اتحلي الدوري حلم كل لاعب انه يلعب في الهلال فهل بهذه السهولة بيطلع ريان باهبري من الهلال هل راح يكون افضل في وجهته القادمة واكيد نتمنى للتوفيق وين ما كان هل بقل مستوى هل بعد ما يطلع من الهلال بيختفي تماما كل هالامور بنتكلم عنها وبناخذ وبنعطي فيها بإذن الله تعالى لكن في البداية احب اذكركم اللي يحب ان الحلقات توصل لها على الواتساب مباشرة يكتب كلمة اشتراك ويرسلها الارقام من ظاهرة امامكم على الشاشة وما يصير خاطركم الا طيب يا اخواني وحبايب يا تاج راسي انتو الله يحفظكم ايضا سوينا جروب للتليجرام والله يتفاعلكم رائع وانا مقصر ما قاعد ارد كثير لكن اشوف واقرأ واخذ ويعني قاعد ارتب الموضوع وبرد عليكم بتواصل معكم بذن الله تعالى شكرا لكل اللي يرسلنا اقتراح اقتراحات للمواضيع والفيديوهات كل هالامور بعين الاعتبار والله بتكلم في كل صغيرة وكبيرة ان شاء الله تعالى الله يعطيكم الصحة والعافية اللينك في اسفل الفيديو هني في صندوق الوصف اللي يحب يدخل قروب التليجرام وايضا يطلع امامكم على الشاشة من بداية الحلقة الى نهايتها واحلم في الموضوع المسابقة مش مسابقة وحدة مسابقتين قبل ما اقول لكم عن المسابقتين هذه دعوة مني لكل اللي تابعوني من افراد من شركات اللي حابين انهم يدعمونا ويدعمونا المشاهدين الكرام ويحطون جوائز يتواصلون معنا على الارقام الظاهرة امامكم على الشاشة وبنرتبها ويعلم الله ان القصد انه مفرح المشاهدين والمتابعين ويستفيدون وانحنا نستفيد وانتوا تستفيدون والكل يستفيد والكل خير وبركة عندي مسابقتين وليست مسابقة وحدة المسابقة الاولى شبليام الله يطيه الصحة والعافية والمسابقة الثانية الاستاذ الشاعر ابراهيم عبدالله في المسابقة الاولى مسابقة شبليام مطلوب منكم تتوقعون نتيجة امبارات الهلال والطائي في المسابقة الثانية مسابقة الشاعر ابراهيم بن عبدالله مطلوب منكم انكم تتوقعون نتيجة امبارات النصر وضمك كل المطلوب منكم انكم تصورون اعماركم فيديو وانتوا تتوقعون نتيجة الامبارة كل فيديو بروحها الهلالة بروحها مع الطائي والنصر بروحها مع عظمك وترسلونها على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة وفوالكم التوفيق إذا جبتوا النتيجة صح إن شاء الله تربحوهم معنا ألف ريال خمسمية هني وخمسمية هني بإذن الله تعالى ومش أنا اللي راح أختار الفائز أنتوا راح تصوتون على الفائز بإذن الواحد الأحد بحط لكم تسجيل صوتي قبل ما نتكلم عن هتان باهبري وبنقول لكم علومة وبنسولف وبنأخذ وبنأعطي بإذن الله تعالى وهل لا مو بالحين بعد شوي عشان ما أحرق الحلقة التسجيل الصوتي هذا يا طويلين العمر والسلامة من شقرة يا حبي الشقرة تكلمت عنها كثير سابقا وبتكلم عنها كثير في المستقبل بإذن الله تعالى من الأستاذ عبدالله الجلاد خلنا اسمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام بيظل وجهك على ما تقوم فيه من عمل وتعريف لمحافظات داخل المملكة العربية السعودية والمناطق والأماكن التي تستحق للزيارة إنها ثقافة يحتاجها شعبنا في العالم العربي عموما لنعرف وطننا كاملا مكملة بكل تضاريسه وطبيعته الجغرافية وظروف المناخ الجيد كما هو الآن في جنوب الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية وعمان أشكرك أخي من كل قلبي وأشكرك وأشكرك شكر خاص على تغطيتك في محافظة شقراء المدرج أو المسرح الروماني أنا عبدالله الجلال من أهل محافظة شقراء وأسكن الرياض ونعم يشرفني يشرفني ويسعدني إن أتلت الرياض أنا أكون على علم التقيبك شكرا ميلة صلالة الرائعة مش فقط بروعة جوهة لا والله إلا بروعة أهلها كذلك اللي نصهم ربعي الله يحفظهم ووجه لهم تحية حب وتقدير واحترام لكل أهل صلالة ولكل حبايبنا في عمان الحبيبة ما في شك ندخل في موضوع الحلقة على بركة الله ونتكلم عن هتان باهبري أباكم تكتبون لي في التعليقات في أسفل الفيديو خلنا تناقش وخلنا ناخذ ونعطي حول هذا الموضوع لأنه يهمني بصراحة عرض الهلال لهتان باهبري ثلاثة مليون ريال يعني في الشهر 250 ألف أولا من وجهة نظركم هل هذا المبلغ أوكي ولا قليل في حق اللاعب ولا اللاعب يستاهل أكثر هذا السؤال الأول وتفاعلوا معايا السؤال الثاني في حال انتقال هتان باهبري من الهلال إلى نادي آخر هل الفرق المدفوع راح يكون كبير ولا قليل يعني مثلا إذا كان ثلاثة مليون ومئتين ألف إذا كان ثلاثة مليون ونص هل يسوى أن هتان باهبري يضحي بالهلال مو بيضحي يعني مش تضحي يشوف مستقبلة يعني في النهاية يروح لنادي آخر ولا بيقول لا المبلغ ما يسوى وبيقعد في بيته وبيقعد في مكانه في نادي الهلال خبروني أراكم في التعليقات في أسفل الفيديو يطويلين العمر والسلامة نادي الاتحاد ونادي الشباب مهتمين بموضوع اللاعب هتان باهبري حسب ما أنا سمعت وعلى قولت أخوان المصريين اللي في المية يكذبوا الغطاس بنشوف على الأيام القادمة الاتحاد والشباب اتذكروا ها يعني بنشوفه إما لابس أصفر ولا نشوفه لابس أخضر وينتظرون قرار إدارة الهلال النهائي مع الجهاز الفني حيال رحيله أو بقائه هل تتوقعون أيضا اكتبوني في التعليقات أسفل الفيديو هل تتوقعون أن إدارة نادي الهلال يقعدون مرة ثانية ويتفاوضون معه مرة ثانية وممكن شوي يزيدون السعر ولا يتفاهمون معه ولا هتان ناوي أنه يطلع فيه كل أحوال إذا ما ندفع على أكثر شو رأيكم حول هذا الموضوع مع العلم ومع التأكيد أننا احنا في زمن الاحتراف وكل واحد يشوف مصلحته في النهاية إن كان اللاعب إن كان النادي الكل يشوف مصلحته وإن بقى هتان في الهلال فهو لاعب كبير ويستاهل كل خير وتقدير واحترام وإن راح لنادي ثاني فهو لاعب كبير أكيد ويستاهل كل خير وتقدير واحترام جمهور الأهلي حبايبي حبايبي رفعي الجدد جمهور الأهلي يسووا هاشتاغ يطلبون من إدارة نادي الأهلي والأستاذ ماجد النفاعي في ناديهم. على فكرة في تعليق في الحلقة اللي سابقة مباشرة مباشرة واحد كاتب طلب يا طارق. اذا تتكلم عن اهلي لا تجيب سيرة الهلال. يا حبيبي يا قلبي انت يا تاج راسي. حطوا لي تعليق على الشاشة اول شيء. اه الكورة تجمعنا ما تفرقنا. والله العظيم. انا عن نفسي الكل عارف ان انا هلالي. لكن انفاز الاهلي ببارك له. انفاز النصر ببارك له. الاتحاد. الشباب. الطائي. ضمك. اي فريق يفوز. التعاون. الفيسالي. اي فريق يفوز. راح ابارك له. ترى في النهاية اي مسابقة ولا اي لعبة ولا اي تحدي. واحد الفايز فقط. فروحنا تكون رياضية. لا والله اتكلم عن الهلال. اتكلم عن الاهلي. والنصر والشباب والاتحاد والكل. المبدع راح نقول عنه مبدع. الرائع راح نقول عنه رائع. اللي ما قدم مثل ما احنا متوقعين ما نجرح فيه. لكن نقول راينا في النهاية هو راي يعني مش راي معتمد. راينا لا اكثر ولا اقل. طيب. في حال انتقال هتان باهبري وراح لنادي اخر غير الهلال. نفسيا طبعا جمهور الهلال. ولا يهنون الباقيين. الكل خير والبركة. هل راح يكون مستواه الفني اقل? ام راح يكون مستوى اكثر? ام راح يكون مثل ما هو هذا هتان باهبري اللي عرفنا? اكتبوا لي رأيكم في التعليقات في اسفل الفيديو. شو احصائيات هتان باهبري في الدوري السعودي بشكل العام. لعب ميتين واثنين واربعين امباراة. منها امية وسبعة وعشرين امباراة اساسي. ما شاء الله هذا الرقم يعتبر ممتاز. سجل تسعة عشر هدف. صنع اربع عشر هدف. حصل على ثلاثة واربعين كرت اصفر طول الميتين واثنين واربعين امباراة. اما مع المنتخب السعودي فلعب ستعشر امباراة. منها احد عشر امباراة اساسي. سجل اربع اهداف. صنع هدف. والكروت الصفر ثلاث كروت صفر. وارد اسألكم مرة ثانية واقول لكم هل تتوقعون ان ادارة نادي الهلال بعد ما رفض هتان باهبري العرض المقدم له بقيمة ثلاثة مليون يعني ميتين وخمسين الف شهر. ان يقعدون معه ويزيدون المبلغ شوي. ولا خلاص. هذا العرض والله يوفق اكتبوا ليراكم. نتناقش وناخذ ونعطيه. الحب لهتان باهبري. التوفيق لان كان مع الهلال او مع غير الهلال. والتوفيق للجميع يا رب العالمين. اذكركم مرة ثانية اللي يحب ان الحلقات تصل على الواتساب يكتب كلمة ايش؟ تراك ويرسلها الارقام الظاهرة امامكم على الشاشة وما يصل خاطركم الا طيب يا حبايبي. يا قروب التليجرام خلاص عرفتوا شو سالفته? لاعداد الحلقات. لارسال الفيديوهات. لا اقتراحات الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. اما بالنسبة للمسابقة شاركوا فيها وان شاء الله انكم تفوزون يا رب العالمين. والله يوفقكم. ليس تسجيل صوتي ولا كتابة. انما فيديو تسجل نفسك. كل مسابقة على حدة. المسابقة الاول كيف? المسابقة الاولى اللي حض جائزتها مشكور شبليام الله يعطيه الصحة والعافية. بقيمة خمسمائة ريال سعودي للي يتوقع نتيجة انبارات الهلال والطائي. المسابقة الثانية ترا يطلع امامكم انتم على الشاشة. انا لما اتكلم ما في شيء امامي ولا مكتوب فاسترجع الذكريات. المسابقة الثانية الاستاذ الشاعر ابراهيم بن عبدالله يعطيه الصحة والعافية. لتوقع نتيجة امبارات النصر وضمك. عندكم من الان لغاية قبل الامباراة بيوم واحد فقط راح نوقف استقبال الفيديوهات وفيه تفاعل حلو والله فيديوهات جميلة جدا ورائعة قاعدة توصلني. لا على فكرة واحد مرسل لي الفيديو ولابس كمام. انزين يا اخوي يا حبيبي. لو انك فزت كيف نعرف ان هذا انت? قبلنا الفيديو في كل الاحوال بنعرضه وان شاء الله يكون تصويتك صحة ونتيجتك صحة. لكن كيف بنعرف ان هذا انت اذا فزت. المهم لكم الحب والتقديم والاحترام صوروا عماركم فيديو وارسلوه على الارقام الظاهرة امامكم على الشاشة. وبالتوفيق للجميع يا رب لا تنسوني من صالح دعاكم. الله يصلحكم. يبارك فيكم. يطرح فيكم البركة. يرزقكم من حيث لا تحتسبون ويعطيكم الف صحة وعافية. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.